لكن هناك سؤال دائما مطروح وسط الناس هو ليه جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية تقوم بذلك التحرك جنوب أفريقيا أستاذة لميس جنوب أفريقيا دولة أهلة ودولة كفأة وعليها واجب مثل كل الدول العربية بالمناسبة في أكثر من 150 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الابادة الجمعية وهذه الاتفاقية عالمية ملزمة لكل الدول العضاء وغير العضاء ولكن جنوب أفريقيا اعتبارا من انتهاء عهد ديكليرك العنصري بنهاية 1993 تحديدا عهد الأفرطايد الفصل العنصري قال دستور جنوب أفريقيا وتشريحاتها الوطنية دول مسائر تشريحات العالم بوجود أن تقوم جنوب أفريقيا بملاحقة مرتكبي أجرام دول الإنسانية في أي بقع من دقاء العالم بغض النظر عن جنسية البحية وجنسية البناء أنا بشكرك يبقى نتوقع إيه دكتور أيمن ماذا نتوقع في الأيام القادمة؟ نتوقع أن يعني بعد ربما ربما مش حيث يعني مسألة التوقيت ولكن إيه اللي نتوقعه أن المحكمة لم تنظر في دفوع جنوب أفريقيا وإسرائيل وحز ولكن كل طلبات جنوب أفريقيا بالتدابير التحفظية اللي عددتها ربما تسع طلبات معينة أو تنقص منها أو ترفضها برمتها وإن رفضتها فهذا يعني أيضا مع القضاء والحكم بعدم اختصاصها لا قدر الله إذن المحكمة لن تستمر في الدعوة